السلام عليكم مباشرة وبدون مقدمات أسئلة عديدة حول الثوم سأجيب عليها في هذا الفيديو ما هي فوائد الثوم علميا وما هو الخطأ الذي يدمر فوائد الثوم ما تأثير الثوم على الجهاز المناعي والسرطانات وما تأثيره على مريض السكري ومريض مقاومة الإنسولين ومريض الضغط وعلى الأمراض المزمنة ما تأثير الثوم على الالتهابات وهل الثوم المضاف للطبخ أفضل من النيئ وهل تناول الثوم بطريقة البلع أفضل من الهرس ما تأثير الثوم على المعدة وكيف نتناوله بدون تأثيرات مزعجة وآلام وحرق للمعدة وانتفاقات في القولون ما هي الطريقة الصحية والتوقيت والمد المناسبة لتناول الثوم ومن هم الأشخاص الذين لا يستطيعون تناول الثوم وما تأثير تناول الثوم مع لبن الزبادي على معد فارغة وأي نوع من الثوم هو الأفضل كي نتناوله سأبدأ بفوائد الثوم الثوم هو واحد من النباتات المذهلة والسحرية والأكثر فائدة لصحة الإنسان عندما نتناوله بكمية معتدلة وبطريقة صحية وبتوقيت صحيح نحن نحقق فوائد عظيمة الثوم مضاد لكل أنواع الالتهابات فهو من أقوى المضادات الحيوية على الإطلاق وهو مضاد أكسدي مفيد جدا في الوقاية من السرطانات وأيضا في محاربة الخلايا السرطانية كما أنه طارد للديدان ثوم يلعب دورهام في خفض مستوى السكر في الدم وتنظيم السكر فهو مفيد لمريض السكر نوع أول ونوع ثاني ومفيد لمريض مقاومة الإنسولين كما أنه مفيد في تمييع الدم وسيولة الدم لذلك لا نمتنع عن تناوله إنما يمكن تناوله في وقت آخر بعيد عن توقيت مسيلات الدم والأدوية المميعة للدم كي لا يزيد من مستوى سيولة الدم الثوم يلعب دورهام في خفض ضغط الدم وتنظيم الضغط ودعم صحة القلب والدماغ وحمايتنا من الجلطات وخاصة جلطات القلب والدماغ وهو مفيد جدا لمريض ميتابوليك سيندروم يعني الأشخاص الذين يعانون من سمنة في منطقة البطن وزيادة وزن وارتفاع ضغط وارتفاع دهون الدم ولمن لا يعرف فالثوم مفيد في التخلص من البثور وحب الشباب كما أن تناوله مفيد في ترطيب البشرة الثوم مفيد في دعم الجهاز المناعي وهو قاتل الفيروسات والبكتريا والفطريات والطفيليات كما أنه مفيد في حماية الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي من الإنتانات والنزلات الصدرية والنزلات المعاوية والثوم مفيد لصحة الكبد وتنظيف وديتوكس الكبد وهو مفيد لمريض الكبد الدهني في التخلص من الدهون طيب لماذا يشكل بعض من مشاكل المعيدة والقولون عن تناول الثوم السبب ليس الثوم إنما طريق التناول الثوم وكمية الثوم التي تم تناولها إذن السبب هو الطريقة والكمية فليس المطلوب أن نتناول كميات كبيرة من الثوم كي نحقق الفائدة بل على العكس تماما مهما كان الثوم مفيدا فإنه سيصبح ضار عند الإكثار من تناوله نحن عندما نريد أن ننظف الأمعاء والقولون يمكننا أن نتناول الثوم بطريقة البلع وهنا أريد أن أشير لنقطة هامة جدا كل شخص منا يختلف عن الشخص الآخر فهناك من يتناول الثوم بطريقة البلع وأيضا بطريقة الهرس وليس لديه أي مشكلة في ذلك لكن هناك أشخاص يتعرضون لإزعاجات ومشاكل هضمية عند تناوله بعد هرسه مع العلم بأن الثوم المهروس فائدته أكبر بكثير لكن كل واحد منا بإمكانه تناول الثوم بطريقة لا تسبب له الإزعاج الهضمي وبعد قليل سأشرح الطريقة الصحية لتناوله والتوقيت والمدة يمكننا مع الطبخ إضافة حبات كاملة من الثوم بدون هرس هي مفيدة في تسهيل عملية الهضم في الأمعاء والقولون خاصة مع الأطعمة الدسمة لكن أي شخص مصاب بتقرح قولون يفضل تأجيل تناول الثوم لفترة حتى يتعافى ولمن يرغب بتناول الثوم وهو مصاب بتقرح قولون بإمكانه تناول الثوم بطريقة البلع فتناوله مهروسا مؤذي جدا للقولون المتقرح أو القولون التقرحي وأيضا لتقرحات المعدة طيب ما هي الطريقة الصحية لتناول الثوم؟ عند تناول الثوم بطريقة خاطئة فإنه يمكن أن يسبب حرق بالمريء وحرق بالمعدة ونفخ بالقولون ومشاكل هضمية عديدة والسبب ليس الثوم إنما الطريقة الخاطئة في تناوله يجب أن نكون دقيقين في الطريقة والكمية والمدة دراسات عديدة هامة أشارت إلى أن تناول فصين أو حبتين إلى ثلاثة من الثوم كافي لتحقيق فوائد صحية عظيمة على مستوى الجسم فصوص الثوم التي سنبلعها يجب أن تكون صغيرة الكمية الصحية ثلاثة فصوص ثوم صغيرة الحجم نقوم ببلعها في اليوم هذا لشخص وزنه بين 60 إلى 70 كيلو جرام وإذا كان الشخص وزنه 80 إلى 100 كيلو جرام يمكنه تناول ثلاثة إلى خمس فصوص ثوم في اليوم عندما نشكو من حرق في المعدة وانزعاج هضمي بعد تناول الثوم يجب أن نسأل أنفسنا سؤال هام كيف تناولنا الثوم بلع أم هرس وما هي كمية الثوم التي تناولناها الثوم المهروس يمكن أن يسبب حرق في المعدة وفي المريء وانزعاج هضمي لكن الثوم عندما نتناوله بطريقة البلع فإنه لن يسبب إزعاجات ومشاكل هضمية يجب أن نسأل أنفسنا عندما نتناول الثوم هل تناولنا كوب شاي مع السكر أو هل تناولنا قطعة حلويات أو كوب من المشروبات الغازية سواء قبل تناول الثوم أو بعده فقد تكون هذه الأطعمة السكرية هي سبب حرق المعدة والمرئ هذا بالنسبة لطريقة تناول الثوم أما الكمية الصحية من الثوم فهي 3 إلى 5 حبات أو فصوص صغيرة الحجم بحيث تكون سهلة البلع أو 3 فصوص متوسطة الحجم أفضل توقيت لتناول الثوم هو قبل وجبة الطعام الثانية الوجبة التي تحتوي على دهون وبروتين ولمن يرغب بتناول الثوم بعد الوجبة الثانية فهذا ممكن طيب نأتي إلى مدة تناول الثوم بطريقة صحية المدة هي 20 يوم إلى شهر وبعدها نتناوله بشكل متقطع يعني نبتعد عن تناوله حوالي 10 أيام ثم نتناوله لمدة 20 يوم أو نتناوله 3 إلى 4 أيام في الأسبوع دائما تناول الثوم بطريقة الهرس مفيدة جدا لمن ليس لديه أي مشاكل في المعدة والقولون ولمن لا يسبب الثوم المهروس له مشاكل هضمية فالثوم المهروس مفيد جدا بشكل خاص لمريض السكري ومريض مقاومة الإنسورين وأيضا لمريض الضغط ولسيولة الدم فوائد الثوم مرتبطة بغناه بمادة كبريتية هي مادة أليسين وما أنه قاتل للبكتيريا الضارة ومضاد التهاب قوي جدا إلا أنه يعزز البكتيريا النافعة بروبيوتك طيب تناول الثوم مع الطبخ هل هو أكثر فائد من تناوله نيء بطريقة البلع؟ عند تعرض الثوم للحرارة العالية فإنه يفقد من خواصه فتقل فوائده بشكل كبير لذلك كي نستفيد من الثوم يجب إضافته في نهاية الطبخ قبل حوالي 3 إلى 4 دقائق من نهاية الطبخ لذلك نقول أن الثوم بطريقة البلع هو أكثر فائدة أما ما يسمى بالثوم البودر أو بودرة الثوم أو مسحوق الثوم وهي متوفرة في المحلات والسوبر ماركت سهلة الاستخدام ولذيذة الطعم لكن فائدتها أقل بكثير فالمادة الفعالة شبه مفقودة في هذه البودرة طيب من هم الأشخاص الذين لا يستطيعون تناول الثوم؟ مرضى القولون العصبي والمرضى الذين لديهم حساسية معدة وقولون ومرضى السيبو وأيضا الحوامل والمرضعات طيب ما تأثير تناول الثوم مع لبن الزبادي على معدة فارغة؟ يحفز الدورة الدموية ويساعد على خفض الكوليسترول السيء والدهون الثلاثية ويحمي القلب ويساعد المرارة في أداء وظائفها بشكل جيد ويحفز المناعة ويدعم الجهاز المناعي ويحمي الجسم من الفيروسات والبكتوريا والفطريات كما أنه مفيد لصحة المفاصل والعظام وعلاج التهابات المفاصل أفضل طريقة وتوقيت لتناوله كوب من اللبن بحجم حوالي 200 ميلي لتر نضيف له 3 إلى 5 فصوص صغيرة ومهروسة من الثوم أو 3 فصوص متوسطة ومن يزعجه الثوم المهروس يمكنه أن يتناوله بطريقة البلع يمكننا جميعاً وللوقاية من الأمراض أن نتناول هذا الكوب يومياً لمدة شهر ثم 3 إلى 4 مرات في الأسبوع أو استراحة لمدة 10 أيام ثم العودة وتناوله بشكل يومي مع الإشارة إلى أن أجسامنا بحاجة لتناول لبن الزبادي بشكل أكبر في فصل الصيف وبشكل أقل في فصل الشتاء ولمن يحب تناول الثوم مع العسل يمكنه تناول ملعقة عسل صغيرة مع 3 حبات أو فصوص ثوم صغيرة مر في اليوم 2 إلى 3 أيام في الأسبوع طبعاً لمن ليس لديه مرض سكري أو مقاومة إنسولين ختاماً أنصح بتناول الثوم البلدي يعني المزروع في بلدك ومدينتك والابتعاد عن تناول الثوم المستورد الذي لا نعرف شيئاً عن طرق سقايته ولا عن المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية التي تم استخدامها معه هذا هو الثوم الهباء الربانية والنبات الساحر والمذهل في فوائده الثوم ما له وما عليه وكل ما يدور من أسئلة واستفسارات حوله كونوا بخير بإذن الله دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك وتعليقاتكم الحلوة وشاركوا الفيديو تشوفوا الفيديو أكتر من مرة واكتبوا بالتعليقات الاسم وبأي بلد أنتوا عايشين ووصلوا الفيديو لأصدقائكم والأكبر عدد من الناس لتعمل فائدة تعليقاتكم حول اللي انطرح بالفيديو بتهمني جداً وكتابة كل واحد منكم عن تجربته بتهمني كتير أحبائي بنصحكم تضغطوا على هذا الرابط وتشوفوا الفيديوهات هامة ومفيدة جداً اكتبوا لي تعليقاتكم عليها بحبكم جميعاً عائلتي الجميلة عائلة الدكتور نوار علي بحظ الله ورعايته